قال وزير خارجية مصري بدر عبد العاطي إن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يعطي فرصة للميليشيات من أجل العبث بأمن المنطقة جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني عمان صفدي في القاهرة جزور الأزمة والتصعيد الخطير الراهن هو استمرار العدوان في قطاع غزة مما يعطي المبرر لأطراف أخرى أن تقول أنها تقوم بالدفاع عن مصالح الفلسطينيين لا بد من وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف هذه الحرب المدمرة حتى نستطيع منع التصعيد منع التخريب في الإقليم منع أن ينفجر الوضع في الإقليم ككل كما حذر وزير الخارجية المصري من مخاطر التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتي قد تؤدي لزعزعة الاستقرار ودخول المنطقة في حرب شاملة على حد قوله ما يحدث من تصعيد شديد الخطورة من الجانب الإسرائيلي على الجبهة الشمالية وهذا العدوان والهجوم على لبنان التصعيد تصعيد خطير للغاية وكما ذكرت نحن نخشى من انزلاق المنطقة برمتها إلى حرب إقليمية شاملة لا تبقي على شيء وده مسألة شديدة الخطورة تحدثت مع معالي الوزير الصفدي حول هذا الأمر تحدثت بالأمس مع وزير خارجية الولايات المتحدة مع وزير خارجية المملكة المتحدة تحدثت أيضا مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كان ما جمع حديثنا هو التحذير بشكل كامل من مخاطر الانزلاق في هذا المناطف الخطير جدا